لبيك لا شريكة لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريكة السلام عليكم ورحمة الله ازايكم يا رب تكونوا بخير كل سنة من طيبين نهاردة وقفت عرفات يا رب كده يجعل يعني يوم كده ربنا يرحمنا كلنا جميعا واستجاب لكل دعواتنا يا رب والسنة الجاية يا رب كده نكون كلنا على جبل عرفات إحنا وكل المشتقين يا رب مهم ترابطوا مني بقى إيه إن أنا أعملكوا جولة في الشقة بعد الفرش كلها كده على بعدها طبعا في كده حد يعني قالي في الكومنتيات عايزين جولة في الشقة بعد الفرش من غير يعني تنظيفاته والكلام ده كله فأنا بعد ما فرشت بقى خدت كده جولة في الشقة كلها ليكم طبعا دي غرفة الأطفال عندي أول حاجة كده حتى زمانتوا شايفين السريرين والكومودينو والكنبة دي حطاها بصراحة لإن إحنا معظم الوقت بنعطف قدت الأطفال فهي يعتبر قودة أطفال قودة معيشة في نفس الوقت حتى السريرين كده تحت الشباك عندي لإن ده بصراحة أنسب مكان وأفضل حاجة وأحسن نظام للقودة إن أنا حطت السريرين تحت الشباك جربت إن أنا جيبهم مرة تحت الحيطة اللي هي المشجرة ما نفعتش السجاد ده لست جابة جديد وقلت لكم جابة منين وحطى اللينك بتاع جروب السجاد في الفيديو ده أنا فرشت فيه غرفة الأطفال فزي ما أنتم شايفين شكله حلو قوي قوي بصراحة وخال القودة كده شكلها نورت أكتر هنا بقى عاملة كده اتنين مخدتين كيس وغنانين للكنبة أو كيسوة للكنبة اللي هي المخدات اللي هي صغيرة من نفس قماش الميلايات اتبقى معي فقلت يعني هعملهم يدوا شكل وكمان يدوا كده يعني كأنهم كلهم شكل واحد طائم يعني المهم ميلايات دي أميلايات الأطفال العامرية أنا بجيبها من الأزهر وبرضو عملت لكم فيديو مخصوص بجيبها منين بالضبط والعنوان وكبلكوا كل تفاصيل الأرقام بتاعته وكل حاجة في برضو فيديو بتاع الميلايات تفاصيل الميلايات هنا بقى القودة كامل من من ناحية التانية ده شكلها ركبت طبعا بقى استتاير كده التانية تغيير أنا بحب كده كل فترة أغير في استتاير عندي استورة جنزال لون الكنبة واستورة طبعا لون السرير بالضبط فالتنين ماشين جدا مع القودة بس دي كاي الجزائعة بتاعتي كنت جيبها من رونين بـ1250 هي حلوة مقاسها كبير وده كل حاجتنا بصراحة وينغرفة النوم بقى زي ما انتم شايفين بعد ما فرشتها برضو نورت وبقت جميلة جدا جدا حتى كانها بكاية في القودة حلوة في القعدة بدل من نقعد على السرير مثلا أو نقعد في القرض فهي الكنبة بصراحة مريحة وحلوة في القعدة في ناس كتير قايتلي قبل كده شيليها بيعيها وسعي القودة أو كده فانا شايف ان هي مش بداية القودة ولا حاجة القودة عندي مساحتها كويسة فهي حلوة يعني محطوط فيها سجدة كبيرة زي ما انتم شايفين السجدة المفروشة دي متر وستين في مترين فهي يعني مساحتها حلوة والكنبة حلوة في القعدة برضو في القودة لان فيها شاشة فالقعدة فيها يعني بتبقى حلوة وانت قدع على الكنبة قصد تحت الشباك بقى كده تشربي حاجة تكلي شوية اي حاجة فهي القعدة حلوة فيها جدا وده السجاب بتاعي ده كنت جايبا برضو من استجون الشرقيون كنت جايبا بصراحة غالي شوية بس بصراحة حلو يعني حاجة كده حلوة وتعيش معي بقى لها سنة هي عندي أو أقلي من سنة بشهر أو اتنين بس زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا وكأنها لست جديدة مجرى ما تتغسل بترجع زي الفل وسيجاتر كده فمش شرط لأنه هو فاتح يتبادل بسرعة منك لا على فكرة الفاتح ما بيبانش فيه قوي برضو يعني مش بيبان فيه الدرجة لو أبيض قوي لكن هو ألوانه اللي يجريه كده في كشمير فألوانه حلوة وده تقم الملايات اللي أنا برضو فصلته كنت جايبا القماش بتاعه برضو من عند عماد في الأظهر برضو سايبا لكم كل العنوان بتاعه في فيديو قصدي من تفصيل الملايات بجيب كده القماش وأنا بفصله المرة دي جيبت قماش سادة قلت بقى مع الماتشنج بتاعته اللي هي الكاروهات فعجبتني قوي بصراحة ده أصلا ما كانش معروض هناك يعني هو عنده سادة لوحده والكاروهات ده لوحده فلما سألته على الكاروهات قال لي ده بيباع لوحده يعني فقلت له ممكن أخد معاه اللون ده فهو بصراحة يعني قال لي بجد زوءك حلو فهو فعلا ماشي معاه جدا بس ودي كده غرفة النوم بعد ما فرشتها وده بقى كده الريسبشن عندي بعد مرضو ما فرشته اللي في الأرض دي حفظة مستجادة بس الأول تعالى أخدها من فوق هنا البوفي بتاعي كده حطاها على اليمين لإن أنا بدخل البلاكونة ما في الدخلة دي فلو حطت الصفرة في المكان ده هتضايق علي الدخلة جدا ده المزام بتاعي بقى كل شوية كبوز النفسي مش كل شوية يعني كل يومين تلاتة بصراحة كنت جيبا برضو من العتبة من حمام التلات وهنا البوفي وهنا بقى الصفرة وحطت معاها الديف فريزر لإن أنا عندي ما فيش مساحة خالص في المطبخ لإن أنا أحط الديف فريزر في المطبخ فحطة في الجزء ده كده مش باين قوي وفي نفس الوقت يعني مداري حاسة أنه مش باين قوي يعني ولا زحم الدنيا عندي والمفرش اللي على الصفرة ده أنا اللي عم فصلها جبت القماش بتاعه برضو جبت 2 متر عمل معاي مفارش كتير جدا في الريسبشن المسطنية دي كنت جايباها برضو من جروب على الفيسبوك ب140 جنيه حلوة قوي قوي وشكلها شيكة وهدية وفي نفس الوقت حستها كده قيمة وسعرها مش غالي حتى بقى فيها كده فازة أيكيا والمبخرة بتاعتي ودي شمعة بس طوينا ده الفتي أو الكرس بتاع الركنة ده عملت بعد ما عملت الركنة بتاعتي كنت عاملاها فكنت حاسة أنها مثلا ما كنا عندي حد كلنا كده قاعدين في حتة واحدة فما كتش بحسني يعني مكفيانة قوي فقلت الفتي ده برضو أي حد يود عليه برضو هيدي مساحة معي وبرضو يعني حد يستفاد منه ودي المكتبة اللي في الصالة اللي أنا كنت برضو عملها عمولة كنت عملها عمولة من حوالي برضو سنة أو لا من حوالي سنتين تقريبا كنت عملها بألفين ومتين فهي خشب زين وكمان كنت دهناها مدهونة دوك وفرن فهي حلوة بصراحة جدا بالأرفف بتاعتها بكل حاجة وهنا بقى دي استطورة اللي أنا فصلتها معاكم ودي الركنة بتاعتي فيه برضو حد أقل في الكومنتات الفيديو اللي فات غيري لون الركنة بصراحة حرام لو غيرت لونها دلوقتي أنا عايزة أغير لون بتاعها فعلا بس لو مش بتاعها زي ما هو يعني لسه جديد وحرام حرام يعني حرام إن أنا أشيله وأركب غيره هو بصراحة زي ما هو فمستنيها شوية تتهلك حتى شوية يعني نعود عليها يعني نعمل حتى بالفلوس اللي اتدفعت في تنجدها ده أصلا الركنة دي بتاعتي أصلا كانت أنتريا الأول وأنا بعد كده عملتها ركنة على أساس أنني نزلها تحت في المستوى من تحت لأن الأنتريا بتاعي الأول كان فوق عندي البلكونة فما كانش فيه مجل الأعدة فتحت هنا أوسع وقلت الركنة تبقى أحلى في الأعدة وبرضو جبت المكتبة ساعتها وقلت تبقى الأعدة كده حلوة لو في أي حد عندي أنا أعدة مثلا فيها أغير كده من الأعدة فقلت الأطفال فالأعدة فيها برضو كويسة وحلوة قوي فده كده الشكل من زاوية كده واسعة قلت كده أجيبها لكم شكل الريسيبشان بتاعي والحيطة دي أنا اللي جايبة الستيكر أو الشريط اللي هو الجلد ده أنا جايبة من العطبة برضو كنت جايبة الشريط كله على بعضه بـ 80 جنيه فشكله يعني حلو وكل حاجة بس هو كان عايز أجيب حاجة أغلى شوية لأنه بصراحة كان 50 متر بـ 80 جنيه فهو يعيب أنه بيتشال شوية على الحيطة تاني كل شوية يطلع فأنا لازقاء بصراحة بمصادل الشمع هنا بقى جبت الحجر ده الملون ده شكله شيك أوي عجبني أوي جبته في المعرض الشروق في السيدة عيشة هنا عندنا وفي برضو فرع تاني في المؤطم قدام بنك مصر على طول مدن النفورة فدي 13 جنيه حلوة جداً وعندي الفضل بتاعة أيكية كنت جميلة من زمان قوي أيام ما كانت 19 جنيه تبقى بـ 30 جنيه تقريباً فكاتت رخيصة قوي فحبيت شكلها قوي قلت حطها كده مع الركنة ألوانها كده كده كتير قلت ممكن تمشي برضو مع الستطارة وماشي اللي أنا جابها جديد للركنة اللي هو الكوشنز بتاعة الركنة الجديدة يعني قلت دي يعني فيها ألوان كتير فتمشي معها أكتر وشكلها مو بيجأوا على فكرة وجميلة قوي والزرعة دي بتاعة أيكية طبعاً زي ما كلكم عارفيني والمفرش ده برضو أنا اللي عملاها مفصلوها يعني كده بشكل عادي خالص وفرشية كده على الترابيزة والكوشنات دي بقى كتير عندي بس القماشي اللي أنا جبته جديد اللي هو ده ودي الستطارة اللي أنا مفصلوها برضو وده الشريطة أنا برضو عملاها مفصلوها أنا مفصلوها برضو على الماكنة عندي فشكلها حل وقوي وكده ومنورة الريسيبشن جداً جداً هنا بقى الترقة بتاعتي أنا بحط كافة الترقة المكنسة بتاعتي لاني ما رهاش مكان غير كنا ودي سجدت الترقة بتاعتي برضو استجادة دي تركي برضو كانت تقيلة وكانت غالية المتر بينها كانت عام 250 تقريباً دلوقتي أكيد بقيت أغلى أنا جبان من زمان برضو فهي برضو زمانتو شايفين فتحة بس والله مش بيبان فيها أصلاً أي التساخات ولا أي حاجة ده بقى المطبخ بتاعي طبعاً كلكو عارفين أو الناس اللي متابعاني عارفينه طبعاً برحب كل الناس الجديدة اللي بتدخل عندي أهم بيكو نورتوني بجد يعني وكترتو كنورة بنا كده يجعاني عندو حسن ظنكو هنا بقى ده المطبخ بتاعي زمانتو شايفين برضو السجادة دي جايباها من نرس الجروب اللي أنا حطيت لكم اللينك بتاعه في غرفة الأطفال بتاع سجادة غرفة الأطفال يعني ودي كده المطبخ بتاعي جبت عندي بتجاز بلت إني كنت جايب الأول بتجاز نوال عادي فبعد كده جددت فيه يعني وجبت بتجاز بلت إني وساعتها جبت مكان بتجاز غسلت الأطباق فهو ممكن يكون يعني بقى كده أحسن بكتير والبتجاز نفسه استخدامه واستعماله كده أريح وأنضف وأسهل بكتير ده كده عندي الجزء ده كده عاملاني المشروبات يعني حطى فيه سكر وقهوة وشاي ودي الموجات بتاعتي وحطى بس كامعة الميكرويف لإن أنا ما عنديش مكان غير المكان ده وهو بتاعي الميكرويف بتاعي صغير مش كبير يعني ودي السطرة دي أنا كنت عامليها برضو جايبها القماش بتاعها من العتبة مش من العتبة من الأزهر فالمتر منه كان باربعين جنيه فأنا جبت متر ونص وعملته بالشكل أنتوا شايفينه ده وهنا الحب بتاعي ده بقى له سنين معايا من عشر سنين بساعت ما اتجوزت يعني هو كان معانا وده كده الجزء التاني اللي هو جمر بتجاز على طول حطى فيه كل التوابل بتاعتي ده باستخدمها حلوة قريبة مني وأنا بعمل الأكل وهنا حطى تقام الكنك وده كده المطبخ بتاعي طبعا كلكا عارفينه اللي على الرخام دوت استيكر هو اللي على السراميك وكده الفيديو بتاعي خلص النهاردة النهاردة بقى يوم الوقفة هنفتر فوق عند حماتي فلو حبينا ستوارلكو يعني الأجواء والفطار قولوا لي برضو في الكومنتات كل سنوان طيبين ومع ألف سلامة